دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات في السنوات الأخيرة أصبح الأشخاص ذوي الإعاقة محل اهتمام العالم بهدف توفير بيئة مناسبة وميسرة تسمح لهم بالمشاركة في مختلف مجالات الخياة خصصت الأمم المتحدة يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة ومحاولة دمجهم في المجتمعات ورفع الوعي بأهمية رعايتهم ومنحهم فرصة متساوية في الصحة والعمل والتعليم على المستوى العربي أسست مصر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم لحماية حقوقهم وتحفيزهم على العمل كونهم جزءا مهما في المجتمع وتؤكد الإمارات على المساواة بين أصحاب الهمم والأصحاء بتأسيس مراكز وبرامج التأهيل في أبوظبي ودبي والشارقة تكفل السعودية نظام رعاية صحية لأصحاب الهمم بتأهيل العاملين في المجال الصحي على خدمتهم تظل أوضاع أصحاب الهمم قضية إنسانية ملحة تتطلب المزيد من التكاتف وخلق حلول مبتكرة من أجل عالم منصف يضمن حقوق الجميع دون تفرق